لا تهدأ المعارك في جبهة نهم ولا يحد من تقدم قوات الجيش الوطني لا وعورة ساحة المعركة وتضاريسها الصعبة ولا استماتة الميليشيا في البوابة الشرقية للعاصمة صنعة حيث تواصل قوات شرعية إحراز التقدم والسيطرة على المواقع والجبال الواحد تلو الأخرى باتجاه معاقل المتمردين تم السيطرة على جبل القتب والمسوء والجبل الأبيض فالآن نحن متقدمين على الجبل الأسود جبال المداور الاستراتيجية وجبال القتب ووادي محله الأخرى أصبحت تحت سيطرة قوات الجيش بعد معارك عنيفتين سقط فيها العشرات من عناصر الميليشيا أما الخط العام الواصل بين صنعاء ومارب فقد أصبح تحت السيطرة النارية للجيش الوطني وهو ما يعني قطع الإمدادات عن الميليشيا المتمركزة في منطقة بن بارق مصادر ميدانية قالت أن التقدم المسنود بغطاء جويا من قبل طائرات التحالف العربي لا يزال مستمرا وسط فرار ميليشيا الحوثي والمخلوع من مواقعها يرى الكثير بأن جبهة نهم هي من ستحدد مستقبل الحل العسكري في البلاد وذلك لما لها من أهمية في الوصول إلى آخر معاقل الميليشيا في صنعاء وعمران